انحسار تنظيم الدولة وتقلص نفوذه في معظم مناطق وجوده في العراق وسوريا فتح الباب أمام ميليشيات الحشد لفرض السيطرة على الحدود المحاذية لسوريا غربي البلاد وإعلان التقائها بجيش النظام السوري وميليشيا سوريا الديمقراطية تحت عنوان ملاحقة مسلحي التنظيم آخر الأنباء القادمة من الحدود العراقية السورية تتحدث عن نشر قوات إضافية من ميليشيا الحشد لمساندة قوات حرس الحدود بحسب تصريح قيادة العمليات المشتركة المتحدث باسم العمليات حرسول أوضح أن نشر قوة إضافية من الحشد على الحدود هو إجراء مؤقت وطبيعي لمساندة القوات الحكومية بعد تعرض الأخيرة لإطلاق نار من داخل سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية أما مسؤول ميليشيا الحشد في المحور الغربي للأنبار قاسم مصلح فقال إن وجود الحشد عند الحدود العراقية السورية جاء نتيجة لتعرض نقاط تابعة لحرس الحدود لضربات صاروخية مجهولة المصدر وتأخر الإسناد الحكومي ويبدو أن ميليشيا الحشد باتت سانداً أساسياً للقوات الحكومية في معظم مناطق البلاد وربما يتعدى دوره في الإسناد إلى أخذ زمام المبادرة تاركنا القوات الحكومية خياراً رديفاً بالنسبة للعبادي وهو بخلاف ما يعلنه رئيس الحكومة الذي أكد في مناسبات عديدة أن مهام الحشد لن تتعدى حدود العراق كما أن تحركات الحشد الأخيرة وانتشاره على الحدود بداع الإسناد يتزامن مع مطالبات لميليشيا بدر بالحفاظ على الحشد وتسليحه واعتباره الضامن الأبرز للأمن في العراق لا سيما بعد تصريح مرجعية النجف التي أكدت فيه أن نهاية تنظيم الدولة لا تعني نهاية ما سمته الإرهاب نهاية الحرب على تنظيم الدولة لا تعني أيضاً نهاية مسلسل انتهاكات الحشد في مدن العراق إذ تعل الأصوات الشعبية المطالبة بنزع سلاح فصائل الحشد التي يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة في مناطقهم المستعدة